اكثر من سبعين اصابة وحالة وفاة واحدة هما حصيلة ما جرى ليلة رأس السنة وما ان دقت الساعة ودخل العراق عاما جديدا اشتعلت الاجواء بالالعاب النارية ومعها اطلاق رصاص حي لتتوالى بعد ذلك الاصابات على جانبي الكرخ والرصافة في وقت حذرت فيه وزارة الصحة مسبقا من خطورة هذه الظاهرة التي تعد وبحسب الوزارة من الظواهر السلبية التي اعتاد عليها المجتمع مع كل مناسبة وضحيتها المواطن يعني حقا احنا حذرنا لانها معروفة في كل سنة تحصل مثل هكذا حالاتها ودعينا الجهات المعنية الى منع دخول هذه الالعاب الى داخل العراق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من ادخل هذه الالعاب وادت الى اصابات الاطفال ولا سيما انه هذه الالعاب حقيقة اثرت بشكل كبير لشدة انفجارها لهذه الالعاب وبالتالي تم اتخاذ التدابير الطبية وايضا حقيقة انفاتحنا الجهات المعنية حول اتخاذ الجراءات القانونية للأسف بدأنا هذه السنة باصابات لنتيجة لاطلاقات نارية وايضا كذلك الالعاب النارية اللي ادت حصيلتها الى بالنسبة الى الكرخ كانت اللي هي اربعة وثلاثة وعشرين اصابة اما بالنسبة للرصافة فكانت اربعة وثلاثين اصابة وحالة وفاء ايضا سجلت في بغداد العبث بامن المواطني من خلال هكذا مناسبات يختفل بها عن طريق الرمي العشوائي او استخدام الالعاب النارية يحتاج بحسب وجهاء ومتابعين الى توعية مجتمعية مستمرة اضافة الى رادع امني يحاسب ويعاقب خاصة ان هناك قوانين وتشريعات غير مفعلة تحد من تكرار هكذا ظواهر اصبح عيد راس السنة على ذوي الاطفال نقمة وليست عيد راس سنة جديد وليست سنة خير عليهم حقيقة احنا كمشايخ العراق عملنا الكثير من المؤتمرات والتسقيف الى عدم انتشار السلاح وظواهر السلاح والرمي العشوائي في المناسبات نطالب من الحكومة العراقية ومن وزارة الداخلية بالخصوص بتفعيل قانون سحب السلاح بطريقة ذكية ترضي الطرفين حقيقة ظاهرة استخدام الالعاب النارية وصولا الى الرصاص الحي هي ليست بالجديدة لكنها ذات علاقة بالعديد من الظواهر التي رافقت المجتمع ما بعد 2003 مصطفى اكرم حديث بغداد ان بي سي العراق